تفاصيل رحلات الأقباط إلى القدس برنامج الزيارات وسعر الرحلة أصدقائي المتابعين لقناة كوبتيكوجي أهلا بيكم في فيديو جديد على القناة بدأت أفواج الأقباط تتوافد على مدينة القدس خلال الأيام الثلاثة الماضية بعد الانتهاء من استخراج التصريح الأمنية للمسافرين لسيما وأن الصفر للقدس يشترد تلك التصريح وذلك استعدادا لبدء أسبوع الألام أقدس أيام السنة والذي ينتهي بعيد القيامة المجيد وتمثل زيارة القدس أهمية كبرى للمسيحيين من مختلف أنحاء العالم حيث يقومون خلالها بزيارة أهم الأماكن التي شهدت محاكمة وصلب وتعذيب السيد المسيح وكذلك الأماكن التي شهدت التفاصيل الخاصة بأيام أسبوع الألام وأيام الصوم الكبير ونستعرضها لحضراتكم على النحو التالي أولا برنامج الزيارة يشمل البرنامج السنوي للحجاج الأقباط زيارة المعالم المسيحية في مدينة القدس للاحتفال بعيد القيامة وهي عين كارم وكنيسة يحنى المعمدان وحقل الرعاة ثم التوجه إلى بيت لحم لزيارة مغارة الحليب وكنيسة المهد كما يتضمن البرنامج زيارة أريحة وهناك يصعدون إلى جبل التجربة وزيارة الكنيسة في قمته ثم التوجه إلى شجرة زكة قبل أن يطل على وادي قمران الذي اكتشفت فيه مخطوطات العهد القديم وبعد ذلك ينتقلون إلى بحر الشريعة لمن يرغب في النزول بالملابس البيضاء لنوال البركة وجبل الزيتون يكون على جدول الزيارة كي يحظى الحجاج بإطلالة عامة على مدينة القدس من أعلى الجبل وتبدأ الزيارة من بيت فاجي ثم كنيسة الصعود وكنيسة الأبانة التي توجد بها كتابة للصلاة الربانية بجميع لغات العالم وبعد ذلك تتم مشاهدة الكنيسة الروسية ذات التجان الزهبية ثم كنيسة الدمعة وهي مكان بكاء السيد المسيح قبل النزول حتى بستان جث يماني لزيارة كنيسة كل الأمم وبعد ذلك قبر القديسة مريم العزراء وزيارة كنيسة القيامة والكنيسة القبطية ودير السلطان ثم يقصد الحجاج مدينة الناصرة لزيارة كنائس البشارة وقانا الجليل والتبغة أو عين السبق وهي كنيسة مواجزات الخمس خبزات والسمكتين ثم الصعود إلى جبل التطويبات قبل التوجه إلى كفر نحوم لزيارة منزل حماد سمعان التي شفها السيد المسيح من الحمى ويتم الصعود إلى جبل طابور لزيارة كنيسة التجلي مع نهاية الرحلة يكون على الحجاج زيارة جبل صهيون حيث قبر الملك داود وكنيستي صياح الديك ونياحة مريم العزراء ثم المشي على خطى السيد المسيح في طريق الألام عبر 14 مرحلة والتوجه إلى منزل قيافة حيث حبس المسيح فيه والمرور بالتتابع على كنائس القديسة حنة وبئر السلوام والجلد حتى الوصول إلى كنيسة القيامة التي تحتوي على الجلجسة وهو مكان صلب المسيح وعمود الجلد ومكان التكفين والقبر المقدس والختام يكون مع حضور خروج النور المقدس من قبر السيد المسيح في شهر فبراير الماضي فتحت شركات السياحة المصرية باب الحجز لرحلات القدس للأقباط هذا العام بعد أن صدرت الضوابط المنظمة للحج الديني والتي سمحت للأقباط البالغين من العمر 41 عاما فيما أكثر بأداء الحج لهذا العام وأعلنت الشركات عن أسعار الرحلات حيث تبدأ من 13 ألف جنيه دون تذاكر الطيران وتصل إلى 35 ألف جنيه شاملة تذاكر الطيران وتختلف الأسعار حسب نوعية ومكان فندق الإقامة وبحسب نموذج الإعلان لأحدى الشركات فإن أولى أفواج الرحلات تنطلق في 10 إبريل وتمتد الأفواج في الوصول حتى نهاية الشهر وتشمل زيارة عدة أماكن هي بيت لحم والقدس وجبل صهيون طريق الألام وآريحة وجبل التجربة والبحر الميت وجبل الزيتون وتختلف الإقامة بالفنادق بين فنادق 3 نجوم وفنادق 4 نجوم وفنادق 5 نجوم فتبدأ العسعار من الفرد في الغرفة المزدوجة بفندق 3 نجوم ب13500 جنيه والفرد في الغرفة الفردية 19500 جنيه أما في الفندق 4 نجوم فتصل تكلفة الفرد في الغرفة المزدوجة 20700 جنيه والغرفة الفردية 34300 جنيه وذكرت إحدى الشركات أن الأسعار تشمل الانتقالات من وإلى المطار والفندق بأوتوبيس حديث مكيف والإقامة بالفنادق المزكورة شاملة الإفطار والعشاء والانتقالات اليومية بمرافقة مرشد سياحي يتحدث العربية والإنجليزية ورسوم دخول الأماكن الدينية والتاريخية وشاملة كامل برنامج الرحلات اليومية وتأمين صحي كامل وتأمين صحي ضد فيروس كورونا وجميع الإكراميات والرسوم الأخرى وسعر التأشيرة فيما أشارت إلى أن السعر غير شامل تذكرة الطيران فقط لغير على أن يتم تحديده بناء على تاريخ الحجز الفعلي ويتراوح عدد الشركات السياحية المنظمة لحج الأقباط هذا العام ما بين 30 إلى 40 شركة فيما من المتوقع أن تضم الرحلات من 6 إلى 7000 مواطن قبطي بزيادة نحو 25% عن العام الماضي تمنياتنا للأقباط المسافرين لنوال هذه البركة بألف صحة والسلامة والعودة سالمين وأن يذكرون في صلواتهم في جميع هذه الأماكن المقدسة أشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر